ليش أسبوع لما بوافق على كارد سيادتك طب قلت يا حكومة هتسدي وقلت الرئيس الوزراء وفيت على كام كارد يا فن كلال اللجنة الاقتصادية يعني كتير حضرتك أنا كنت من بعض الناس كنت بقولك يعني كان يعني كتير أوه بصراحة يعني عدنا كام أسبوع كل أسبوع نبص لقى كارد قلت لوزيرة التعاون ده وقلت لها قولي لي أنت هتسدي الدين أمتى الدين أمر في بكرة أنت مش أهلم بالمنح لكن الكرود لها حرام ولادنا وأحفادنا هيشلوا الهم ده كل حرام يعني هقولي لي حكومة أنت سدي ديني أمتى بعد خمس سنين بعد عشر سنين بعد خمستاشر سنة بسيبقى عندي أمر في بكر عارفة أن أنا هسدي الدين ده مش أجيب الدين عشان أسدي خدمة دين مش أجيب الدين عشان أكل بي لأنا عايزة لو أنا اقترد أقترد الإنتاج لا سبيل ولا حل لهذه البلد إلا للإنتاج نقفل على نفسنا بقى إيران لما قفلوا عليهم وعملوا إيه مش تلعت يعني أنا عايز كلنا نشتغل حرام بين كل قهوة وقهوة في قهوة والشباب قاعد وده وده المصانع اللي عندي في شبرة الخيمة تاني مع عزمها قفلت أو كلها قفلت كان عندي شركات عملاقة كان عندي سيمو وعندي إيسكو وعندي شركات الغزل والنسيج وعندي سابي وعندي شركات كتير جدا مصانع البلاستيك عندي هتقفل مصانع دي بتصدر الاستعيد للغلابة معالش الشبش بالبلاستيك أنا من الشعب وفي عرفة وبصدر للمحافظات المجاورة الشبش بالبلاستيك اللي بلبسوا والحاجات هتقفل موضع الخام غالية ومش عارفون يشتغل يعني في المصانع الوحدة العربية بالزاد محملين رسالة بقولها طيب بدم حضوكي ذكرت يشوف رخيمة حضوكي مصررة تذكريها يعني جاينا برضو على صفحة البرنامج ان فيه مصنع مصطرط اللي هو بتاع التكرير البترول الناس الآن منه لا يكون خطر على الصحة البيئة لا أنا كنت الآن زيهم بالزبط ورحت الوزير البيئة ورحت الوزير الصناعة وهي يعني بفاشأة لا وقالوا ان هو بيجيب سرطان وبيجيبه مش عارفه كلام ده كله طبعا هي فيه معالجة كبيرة والناس ما تقلقشي بس أنا اللي أنا بتمنى تقريبا على شهر سبع اللي جاي أنا اللي أنا بتمنى بقى ان اللي اشتغل فيه أهالي مستورد مش يجيب لي ناس من محافظات تانية من بورسعيد طالبتي حضرتك بحاجة زي دي أيها طبعا بطالبي ده بقول اللي اشتغلوا فيه أهل البلد بقى محافظات تانية من محافظات تانية من بورسعيد